مشاهدينا اسمحونا ننتقل للمقال الاسبوع لانيا فتر حبر جيل ابا ارمية وبيكون معانا كل يوم خميس المقال النهاردة بعنوان ضيق شديد بدأ الحديث في المقالة السابقة عن البابا يحنى الخامس الثاني والسبعين في بطاركة الاسكندرية والاجماع على اختياره وانه عصر الوزير رضوان ايام الخليفة الحافظ وتولى الخليفة الظافر والوزير العادل بن السلار وحدث في تلك الايام ان ملك الحبشة ارسل يطلب رسامة مطران لبلاده على الرغم من وجود مطران بما يسمى انباميخاين وذلك بسبب خلاف نشب بين الملك الذي انتزع الملك بدون وجه حقه والاب المطران فيسكن لنا انبى سويرس ابن المقفع فلما جرى بينه وبين الملك كلام تغير عليه وكتب يطلب غيره وسبب ذلك ان الملك كان قد تغلب على المملكة بغير حق فوبخه المطران وانفذ الملك كتابا الى السلطان وكان في ذلك الوقت العادل بن السلطان وزيرا وكتابا ايضا الى البطران يطلب مطران لغيره وهو بالحياة لم يمت اما الاب البطريارك فقد ابى موضحا للوزير انه في الشريعة المسيحية لا يرسم مطران لمدينة او بلدة لا يزال مطران احيا بل بعد موته فقط يرسم مطران اخر فغضب العادل على الاب البطريارك وامر باعتقاله في سجن دار الوزارة وقد قاس البابا يحنى الخامس ديقا شديدا في ذلك السجن وظل حبيسا حتى قتل الوزير العادل كذلك عصر البابا يحنى الخامس حادثة قتل الخريفة الظافر وخلافي الفائز بدين الله ووزارة طلاقع بن روزيك الذي في ايامه سعي انبى مقار اسخف سمنود بالوشاية لدى الاب البطريارك في بعض اباء رهبان من دير ابو مقار مقيمين مع ابو روحي لهم يدعى سلمون فتغير الاب البطريارك على اولئك الاباء الرهبان ووصلت المنازعات الى الوزير الذي جمع المشتكين جميعا لديه لمناقشة الامر وهناك حدثات منازعات انتهت باخراج الاب البطريارك من المجلس ثم امر باعتقاله مشددا اوامره على الاساقفة فنالتهم شدائد كثيرة واذكر كاتب سيرة الاب البطريارك ان الله تبارك اسمه اظهر اعجوبة شهد بها من كانوا مع الاب البطريارك في الاعتقال فيقول وذلك انه الباب البطريارك كان ملازم الصوم والصلاة والطلبة الى الله كعادته وانه في ليلة من الليالي غفى ونام ثم قال لمن حوله من الناس تقوّب الله وافرحوا فانه بعد ايام يسيرة يفرج الله عني وعنكم يفرج الله عني وعنكم وقد تحقق كلام البابا يحنى الخامس اذا تعرض الوزير لمحاولة اختيال بعد 14 يوما وحمل مجروحا الى داره ثم مات وحدث انه بعد وفاة الخليفة الفاز ان تولى الخليفة العادة لدين الله الى ان انتزع شاور بن مجير السعدي الوزارة ثم هروبه الى دمشق طلبا لمعونة الملك العادل نور الدين وارسال شيروكوه وابن اخي صلاح الدين كذلك شارت ايام البابا يحنى الخامس كثيرا من المتاعب التي اتعرض لها اقباط مصر ثم هدأت الامور واهتم كبار الاقباط بعمارة ما تهدم من الكنائس وكان لا يزال اسد الدين بمصر فارسل الوزير شاور الى ملك الفرنج ليعينهم على شيروكوه الذي رحل الى السعيد فادركته قوات الفرنج وشاور وتقاتل الجانبين قتلا عنيفا قتلا واسر فيه كثير منهما ثم تحصن شيروكوه بالاسكندرية الى ان عاد الى القاهرة ليأخذها وبعد احداث كثيرة ارسل شاور المال الى شيروكوه وعاد الى بلاده وقد تناولت مقالات سابقة تلك الاحداث باستفادة وقد تنيح البابا يحنى الخامس سنة 1167 ودفنا بكنيسة الشهيد ماركوليوس الى جوار جسد انبا غبريال الثاني البترياليك السابق وذكر انه قد تحدث بعض الى البابا يحنى الخامس قبل موته في امر نقل جسد البابا غبريال الثاني الى دير القديس مقاليس الكبير بوادي النطرون فأجابهم انه سيأتي من ينقل جسده وجسد البابا غبريال معا وقد تحقق هذا الامر في عهد البتريالك التالي له البابا مرقص ابن زرع والحديث في مصر الحلوة لا ينتهي نيافة الحبر جيل انبا ارمية الاسقف العام ورئيس المركز الفقافي القبطي الارسزوكسي نشكرك جدا سيدنا الانبا ارمية على هذا المقال الجميل ترجمة نانسي قنقر